بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المسنف رحمه الله تعالى باب القراءة في الصلاة الحديث الأول أن عبادة بن الصامد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إليه والدين سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزينا علما ونسألك اللهم علما نافع وقلبا خاشع ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشمع ومن دعوة لا يستجاب لها قد رحمه الله تعالى باب القراءة في الصلاة الباب الذي قبل هذا كان عن طمأنينة وكانه المصنف رحمه الله ويدو أن يمشي على أحكام الصلاة مرتبة طبعا استفتح هذا بصفة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم شرع بعد ذلك بالتفاصيل فبدأ بالطمأنينة كما مر معنا في حالة المسيح صلاة وثم هذه الكلام على القراءة فقال رحمه الله باب القراءة في الصلاة والمراد هنا ما يقرأ في الصلاة لا من حيث الفاتحة ولا من حيث غير الفاتحة ولا من حيث المقدار المقرؤ بمعنى أن تكون الأولى أطول من الثانية أو نحو ذلك والأحوال المختلفة أحيانا كالمغرب مثلا الرسولة نقرأ فيها قصار مفصل وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان بالطوال كما سوف يأتي معنا أو بطوال مفصل فالمقصود بالقراءة هنا أنواع القراءة التي في الصلاة بما فيها الفاتحة وغير الفاتحة مما يعني يكون في إما بركعتين الأوليين من الثلاثية والربعية وإما من الجميع يقرأ في الثلاثية والربعية أو لا كما سوف يأتي معنا أو في غير ذلك من أحوال القراءة فقال باب القراءة في الصلاة عن عبادة أبو الصامة رضا الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا الحديث عمدة في الباب وعمدة فيما يتعلق بحكم القراءة الفاتحة وعمدة أيضا من حيث وجوبها من عدم وجوبها ومن حيث أيضا كما أنه دليل على عظم سورة الفاتحة سورة الفاتحة هي أم القرآن وسمية فاتحة لأن كتاب الله في ترتيب السور استفتح بها وهي السبع المثاني التي أتيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوي عز شانه ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم طبعا كما يقال هذا العثور الخاصة على العام المثاني من القرآن لكنها ذكرت بخصوصها لأهميتها والفاتحة الفاتحة هو كتاب سورة العظيمة بل قال كثير من العلم إنها إن فيها كل مضمون القرآن تحتوي على كل ما في القرآن من أوامر ونواهي و أصفات الله عز وجل وترغيب وترهيب ودعاء إلى آخر ونسأل شيء من هذا مدى قريب مقصود أن الفاتحة مقامه عظيم حتى حتى في القرآن على المريض أو يرقي نفسه في الرقية لو اكتصر على الفاتحة لكان كافيا لو اكتصر في الرقية على الفاتحة وقرأها سبع مرات كافيا أو أكثر لعظمها أثرها فتحت الكتاب القرآن الفاتحة مقامه عظيم تضمنت توحيد الربوبية وتوحيد الولوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتضمنت حقوق الله حقوق عباده وتضمنت الدعاء العظيم في النجاح وأصلاة المستقيم والبراءة من ينهج هذا الطريق بآيات سبع آيات لكنها تحمل هذه المعاني العظيمة فاستفتحت بالحمد الله ونعوته الرحمن الرحيم وذكر يوم الجزاء والحساب مالك يوم الدين ثم المقام العظيم على التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة إياك نعبد وإياك نستعي وبعد أن أثنأ العبد على ربه في الحمد لله رب العالمين ورحمة الرحيم مالك والدين ثم أقرأ بمحظ العبودي العز وجل توجه بالدعاء إهدنا وذكر تحديدا ما هو الصراط المستقيم هو الصراط الذين العمد عليه ثم ذكر ضدهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذن بين كل شيء كل ما نهج المسلم في دينه كله في هذه السورة العظيمة بل شاهد الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبد فسمى كل صلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فالفاتيه سماها كل سماة الصلاة ما يدل على عظم نزلتها وهذا يفيدكم أن كل القرآن عظيم وكل آياتي عظيمة وبخاصة أن يستره للذكر وقصار السور والتي يحفظها الحمد لله جل المسلمين المعوذات وقلوا الله وحد من حقه قلوا قال لأنها نسب الله وأحبها فقط أخبره أن الله يحبك ما سيأتي معنا أربع آيات قلوا الله وحد الله وصلاة إلى خيره فينبغي يا أخواني أن كل ما يعني أعطاكم الله عز وجل من كتابه من قصة المفصل أو من طواله أو من أو الفاتحة كلها عظيمة وينبغي أن 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 تفرح بأي يعني ما يهبك الله عز وجل من كتابه أي سورة أي سور قصيرة طويلة فالقرآن فالقرآن عظيم والقرآن خير والقرآن بركة والقرآن رحمة وهدى وشفاء فعجيب يعني ما لا يعني فينبغي يعني المسلمين يعني المسلمون يعرفون منزلة القرآن لا شك وهو عظيم عندهم لكن أحيانا يغفلون أو لا يجدد يعني نعمة الله تذكر نعمة الله عليه في هذا القرآن العظيم القرآن عظيم القرآن يعني فيه من الخير وفيه من بركة وفيه من الشفاء وفيه من الهدى وفيه من السكينة والطمانينة والبركة ما لا يعلمه العبد وبقدر ما يهبه الله من إيمان ويقين ومحبة محتفى مثل الكتاب يسوق الله له من الخير والبركات والفضائل وال فالمقصود هنا الكلام هو على الفاتح ففاتحة الكتاب مضامنها عجيبة ضمن كما قلنا توحيد الربوبية الله الحمد لله رب العالمين بمعنى هو رب كل شيء ومليك والعالمين كما قالوا وحده عالم وكل ما سوى الله عالم كل ما سوى الله عالم فهو رب كل شيء سبحانه وتعالى الرحمة الرحيم أيضا هذا من توحيد لأسماء الصفات فتعرفون أنواع التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الروحية وتوحيد الأسماء الصفات فتوحيد الربوبية هو الإيمان بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو متصرف وهذا كما قال الأهل العلم يعني تكاد تكون كل الأمم تؤمن بهذا تؤمن بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه مدبر وأنه لا خالق غير الله ولا مدبر غير الله ولا رب غير الله من حيث الخلق والرزق والتدبير والأقدار إلى آخره هذا هو توحيد الرببية توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان بما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم والأسماء والصفات التوقفية كما يقول علماء الله سمى نفسه في كتابه وعلى نساء رسوله صلى الله عليه وسلم الرحمن الرحيم الخالق البارئ المصور إلى كلها العزيز الحكيم السميع العليم هذه كلها أسماء الله وإلى الله ويتتضم الصفات أيضا السمع والبصر والخلق إلى خيره فهذا توحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم والصفات الرحمة توحيد الرببية وهذا هو الذي كما يقول علماء كانت في الخصومة بين الرسول وأقوامهم كان هو الذي يعني يجب على المكلف أن يبقاه وأن يوحد الله به وأن يجعله الله يوحده وهو العبادة معنى أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد لا نبي مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا صالحا ورغل ذلك يعبد الله وحده ولهذا الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين لما يقول تقديم المعمول يدل على التخصيص إياك ولم يقول نعبدك ونستعينك قال إياك نعبد بمعنى أننا لا نعبد إلا أنت ولا نعبد إلا إياك بمعنى أننا لا نفردك بالعبادة والعبادة معناها واسع كل ما ينوبك في حياتك وشؤونك اجعلها لله عز وجل قل لهذا قل إن صلاتي ولسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمره فتحقيق التوحيد هو أن تتعلق بالله وحده في كل أحوالك في صحتك وفي مرضك في غناك في فقلك في انفرادك في اجتماعك تتعلق بالله ولا يكلك تعلق بغير الله ولا سيما التوكل التوكل والإيمان بالأقدار هذه كلها يعني هي التي يتبين فيها تحقيق تحقيق العبد لتوحد الألوهية ولهذا يعني العبادة يعني كما عرفها العلم اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه للأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة بمعنى الاستعانة والاستغاثة والتوكل والذبح والنذر وكل كل شأنك في هذه الدنيا تعلقه بالله وحده ولا ولا يعني لا يرد في خاطرك يعني أي أحد سوى الله عز وجل أن تتعلق به مهما كانت مزلته ومهما ذكر من صفاته ونعوته وذكر له من المزايا أو حتى من الكرامات لا تتعلق إلا بالأحب ولا يجوز أن تتعلق بغيره لأن تعلق بغيره تشويش التعلق بغيره هذا مكدر للتوحيد وقد يخرج من الملة وقد يخرج من الملة فلا تتعلق بغير الله في أي ظرف من ظروفك وفي أي حال من حوالك فالتعلق بالله وحده ثم أنواع العبادات وتأتي الصلاة الصلاة لله وحده الدعاء لله وحده خاصة الدعاء لأن يعني التعلق بالله من حيث دعاؤه والاستعانى به والاستغاثة به تكل كل أمورك له هذا هو التوحيد أما تتعلق بغيره من أولياء أو قبور أو نحو ذلك هذا قد يؤدي إلى خرج من الله دعاء المقبورين يخرج من الله لأن الدعاء ما هو حق الله أن تدعوه وتطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله هذا لا يجوز بأي حمل الأحوال حتى الأحياء لو طلبت منه ما لا يقدر عليه إلا الله فإن هذا فإن هذا شرك أما طلبت منه ما يقدر عليه هذا لا يشكل فيه تطلب أن تستغيث بإنسان يغيثك وهو قادر وهو حي مثلاً وقعت في حفرة أو في بشكلة وتغيثوني ما فيشكل أو حتى الدفع المدني بحريقة ونحو ذلك استيغاث ما فيشكل لكن الكلام فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا لا يجوز أبداً بأي حال أما المقبورون والأموات هذا لا يجوز عهم أبداً لأنهم لا يستطيعون والله عز وجل في القرآن مليء بتنبيع على هذا طلب المقاب لا يتسع للتوسع في هذا لكن المقصود أن الفاتحة تضمت هذا كله وإياك نعبد وإياك نستعين وهذا تقريباً العبادة المحضر العبادة والاستعانة تجبع لك توحيد للألوهية كله إياك نستعين بما أن لا تستعين لاب الله جميع أنواع الاستعانات من توكل من استغاثة من اعتماد من التعلق كلها عز وجل ثم تقول إهدنا بعد ما بعد ما حققت التوحيد بأنواعه توحيد الربوبية وتوحيد السوصفات وتوحيد وهو الإسلام السعادة المستقيم هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وجاءت في الرسل قبله إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو السعادة المستقيم وبينه صراط الذين أنعمت عليهم طبعاً عمالهم ذكرهم في سورة النساء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين طريقهم هو طريق مستقيم غير المغضوب عليهم والضالين هذا تخرج من غير الذين أنعم الله عليهم والمغضوب عليهم والضالون هي صفات فسرت بيننا الهدو والنصارى والمعنى أوسع من ذلك المعنى أوسع من ذلك كل ما يغضب الله عز وجل أو ما يؤدي الضلال هذا كله داخل في هذا المقصود أن الفاتحة لعظم من زلثها قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتاة الكتاب واستدل به جمهور العلماء على أن سورة الفاتحة ركل في الصلاة ركل في الصلاة و دام كلام طويل في المنفي في قول لا صلاة طبعا هذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن من لم يقرأ بالفاتحة أنه لا صلاة له لأنه يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا ومع هذا برضو اختلف ومحدة الخلاف هو التقدير في لا صلاة لأنه لا نافي الجنس و صلاة و اسمها و ما هو المنفي فبثل حينما تقول لا رجل في الدار المنفي قد يكون المنفي أنه لا يوجد رجل حسب نوع الخطاب وحسب نوع تلقي المخاطب فأنت حينما تقول لا رجل في الدار يختلف قد تنفي الحقيقة بمعنى البيت فاضي ما في حد وأحيانا لا رجل في الدار أحيانا مرادك أنه لا رجل لا يعتمد عليه حصل خطأ في الدار حصل حريق ومعنى في ناس وعواد موجودين قلت لا رجل في الدار لا يقوم بمشكلة إذن التقدير يختلف على حسب السياق وحسب نوع المخاطب فإذا قد لا رجل في الدار إذا كان من نفي الحقيقة بما لا يعتمد بْبطأ رجال قد ما في الانساء أو مرادك لا رجل في الدار لا رجل يعتمد عليه في رجال لكن ما يعتمد عليه كذلك لا صلاة والأصل في النفي كما يقول علماء الأصل هو نفي الحقيقة فهي لا رجل في الدار يعني لا في أحد هذا هذا الأصل أنه ما في آدم ما يوجد بمعنى في رجل قال له في الطفل في برأة لكن قال له رجل هذا هو الأصل ولا يعدل عن هذا إلا بدليل هنا حينما قال لا صلاة وأشرنا إلى هذا حد الدروس الماضية لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الذين لا يقلون بوجوب غير الفاتحة والناسنة يقلون لا صلاة كاملة يقدرون المحذوف ويسميه العلماء المقتضي لا صلاة كاملة الذين يقلون بوجوبه يقول لا صلاة صحيح عموما يا أخواني العلماء حينما يختلفون عليكم أن تحترموا اختلافهم وين رأيت رجحانا قولي على قولها من حقك لكن لا تتهاون في رأي المخالف وحينما تكون طالب علم ويعينك يعينك الله عز وجل وتحترم أهل العلم يفتق الله عليك أما إذا دخلت بنوع التخطيئة فإن هؤلاء لا يابهون بالحديث هذا أقوى رسول الله هم يحترم الرسول ويحترموا الحديث لكن أيضا لهم فهمهم ولهم عقولهم ولهم أيضا حياتهم كلها بذلوها في العلم فلا ينبغي أبدا أن تستهين بمخالف خاصة من العلم المعروفون والذي لهم باعهم في هذا الدين وإن كان على مقامه يخطئ ويرد عليه ولا يوخذ بقوله لكن يبقى مقامه محفوظا وإذا وإذا خطاناه في هذا فإنه مصيب بالمئات فهذا الذي ينبغي أن يتلقاه طالب العلم حينما يرى أو حينما يساق له الخيضة بينها العلم فالذين لا يرون وجوبها يقدرون لا صلاة كاملة والذين يقوم بوجوبه يقول لا صلاة صحيحة وحقيقة هي التقدير صحيحة إنها لا صلاة صحيحة لماذا لأن الأصل هو نفي الحقيقة العصل هو نفي الحقيقة كما قلنا لا رجل في الدار لا في حد لكن لا صلاة ما نستطيع أن نفي الحقيقة في لا صلاة لأن الرجل صلى صلى وقرأ غير الفاتحة فهو أتى بصورة الصلاة أتى بصورة الصلاة فالحقيقة لا نستطيع نفيها ما هو الأقرب لا في الحقيقة اللي هي الحقيقة الشرعية الحقيقة الشرعية أي لا صلاة صحيحة أي لا صلاة في ميزان الشرع أو فيما فهمناه من تحديد الصلاة بالمفروق الشرعي لا من أن نتكلم بكلام موجز عن ما نسميه العلماء الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة السلاحية أو العرفية في حقيقة في حقيقة شرعية وحقيقة أصل الأحياء العرفية وحقيقة لغوية الصلاة مثلا الصلاة حقيقتها اللغوية الدعاء حقيقتها لغوية الدعاء حقيقة الشرعية أقوال وأفعال مختلفة الصلاة التي أتها بمحمد وجاثب القرآن فالعرب حينما قبل الإثقاد يأتي إلى هذا الدين وتقول صلي ألا يدعو فالصلاة في لغة الدعاء الحقيقة اللغوية في معنى الصلاة هو الدعاء الحقيقة الشرعية هي أن الأسلام نقل لفظ الصلاة من مجرد الدعاء إلى أقوال وأفعال القراءات والتسبحات والتحميدات والذكر إلى آخره وأفعال الركوع والسجود والقيام والعزدان والجلوس إلى آخره مجموعة الأقوال والأفعال الخاصة هذه هي حقيقة شرعية للمراد بالصلاة الحقيقة العروفية هي الحقيقة التي يصطلح عليها أهل أهل مثلا عند الأطباء لا مصطلحات التجار لا مصطلحات الصناع لا مصطلحات وهكذا النحويون النحاء لا مصطلحات إلى آخره أقول شيئا لعلا في مزيد إضاح فيه حقيقة السلاحية يجمع الحقيقة اللغوية والسلاحية والشرعية الربا الربا في اللغة الزيادة الربا في اللغة الزيادة فإذا أنزلنا عليه الماتزة وربا الربا في الاصطلاح هو ربا الفضل وربا النسية ربا الفضل وربا النسية في البيع ربا البيع في لسان الشرع أوسع من هذا ليش لأن النبي صلى الله يقول الربا سبعون بابا عيسرها الناكح الرجل أمه فنكاح الرجل أمه صلى الله عليه وسلم هو ربا في مصطلح الشارع وأيضا إن أربا الربا استطالة الرجل في عرض أخيه إذن هذا من الربا من الربا الشرعي إذن صار الربا له جمع الحقيقة الثلاث اللغوية من الزيادة والاستلاحية بمعنى ربا الفضل النسية في البيع والحقيقة الشرعية تشمل الكل هذا الربا الفضل النسية لا شك و كما قلنا حيما قصبعون بابا الربا سبعون بابا أو إن أربا الربا ستات الرجل في عرض أخيه إلى أخيه إذن اللاصلاتة الذين يقول بركنية أو الصحيح يقول ما دام ما نستطيع نفي الحقيقة لأنه وقعت الصلاة إذن الأقرب لنفي الحقيقة لأن هذا هو نفي الصحة نفي الصحة فإذا نفينا الصحة بمعنى نفينا الحقيقة الشرعية نفينا يعني نرى نحن نرى أن الصلاة في الحقيقة الشرعية هي ما تضمن قراءة الفاتحة وأن ما لم تتضمنه قراءة الفاتحة أنه لا يصدق عليه أنه حقيقة شرعية لا يصدق عليه أنه حقيقة شرعية وهذا كما قلنا هذا هو الراجح طبعا وهو عنه الجمهور أن قراءة الفاتحة ركم ومع هذا لا يكاد المسلم جميعا حتى من يقوم بالسنية إلا يقوم الفتح مسلمون كل ماrato فاتح من قان بالسنية ومقان بالركنية لكن الكلام من حيث لو لم يقرأ لو لم يقرأ الفاتحة وقادر قال صلاته باطلة هذا الخلاف لو لم يقرأ الفاتحة وقادر على قراءاته ويحفظها ويعرفها فإن صلاته باطلة أما إذا لا يعرفها وقرأ غيرها يقرأ غيرها إذا لا يعرف هذا هو محل الخلاف والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم